في موضوع آخر وبمناسبة حلول الذكرى السنوية لتحرير كييف من النازيين قام المتحف الوطني الأوكراني للتاريخ العسكري بإحياء ذكر أولئك الأبطال من خلال تحديث مقتنياته بمشاركة جنود وضباط الجيش الأوكراني الذين يدافعون عن البلاد حاليا التفاصيل في التقرير التالي هنادي كاتب ومؤلف عثر بالصدفة على نسخة من كتاب كوبزار الشهير لترس شيفشينكو في العام 1939 وعلى صفحته توقيع باسم بيوتر وهو جندي أوكراني مجهول الهوية قاتل في العام 1941 هنادي الذي توجه كمتطوع للقتال في منطقة عملية مكافحة الإرهاب أخذ الكتاب معه كتعويذة كما يقول وهناك واصل الجنود توقيع صفحاته فترة بقائي على خط الجبهة ليست طويلة هي مجرد سنة ونصف من عمري لكنها تعني الشيء الكثير بالنسبة لي تماما كما يعني لهذا الكتاب الكتاب الذي نجى من حربين سيضم إلى معرض الحرب العالمية الثانية في المتحف وبالإضافة إلى هذا الكتاب صدر مؤخرا كتاب آخر يضم قصصا واقعية للحرب في الدنباس لبعض الناس قصص حقيقية عاشوها وتجارب آلمة مروا بها أخذناها كما أخذنا تعليقات المتطوعين الذين شاركوا في الحرب منذ أيامها الأولى والأكثر حزنا وآلما هو قصص أولئك الأشخاص الذين قتلوا بهذه المناسبة تم افتتاح معرض العهد الخالد بالمتحف حيث تم إبراز مختلف البدلات العسكرية والذخائر التي تعود للجيش الأحمر والجيش النازي وكذلك عينات من الأسلحة والصور والوثائق الأرشيفية بمشاركة قدام المحاربين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية